شهدت مدينة تريم بحضرموت الأسبوع الماضي مهرجها سباق الجمال الذي تقيمه المدينة كل عام وذلك كتقليد تراثي يحيي أصالات وتراث اليمن في مدينة تريم بمحافظة حضرموت لا يزال الشباب يبدون اهتماما كبيرا بالمسابقات الرياضية المختلفة خصوصا تيكا المتعلقة بالإبل هذا الأسبوع اختتمت فعالية سباق بهذا الشأن وفي هذا المجال ونظمت تحت شعار كلنا أبناء مدينة واحدة السباق هذا جاء من فكرة سابقة موجودة بدت الفكرة في عام 2008 فكانت لا تحمل أي رسميات ولا يوجد لجان مثل هذه الموجودة حاليا حتى العام 2016 السباقات المتوالية هي طبعا نقوم بسباقات في حق رمضان في عيد عرفة في أيام العياد يعني ما سيب حق الزيارة السباقات متوالية يعني دائما يعني شباب تهيئون لعيادهم كل شيء أقول أفراح تقوم في مشاركات حق الرهيين شارك في هذه الفعالية واحد وثمانين متسابقا من أرباب الإبل وتم توزيعهم إلى مجموعتين وتخلل هذه الفعالية تقديم أسئلة على المتسابقين فقمنا بإقامة السباق الأول اللي هو أول سباق رسمي في مضمان رسمي مع وجود قوانين تحكم هذا السباق هذه القوانين تم وضعها ضمن دراسة تم الجلوس عليها عدة أعضاء لجنة تحكيم عددهم 12 شخص تم اللقاب الأفراد وعرض عليهم الفكرة الأخوة الراغبين في المشاركة تمت المصادقة على اللجنة وعلى هذه الشروط والقوانين من قبلهم ثم بعد ذلك بدأنا بسم الله السباق الأول عام 2016 فكان المشاركة فيه قليلة جدا مقارنة بالموجود حاليا خلال ثلاث سنوات الحمد لله كانت تنامي سريع جدا والنهوض بهمة عالية من قبل الأخوة تعددت الجوائز للمتسابقين ما بين سيارات وأموال نقدية ودروع تذكارية أيضا الجوائز كبيرة وصلت لحد سيارتين للمراكز الأولى حسب الفئات ودراجتين نارية للمراكز الثانية ومبلغ 400 ألف قسم من مناصفة للمراكز الثلاثة الأخيرة شاركت في سباق بن كردوس أحصلت على المركز الأول نتمنى استمرار هذا السباق نشارك فيه نحن نتمنى أن تكون الدولة هي الرائعة هناك موجود عندنا مكتب الشباب والرياضة ويهتم بالشباب والرياضة إلا أن هذه الرياضة تكاد تكون مهملة ومجهولة وغير معرف بها من قبل الجهات الرسمية في الدولة فنتمنى إقامة مضمار رسمي مثل هذه الفعاليات المتسابقون وفي حديثهم ناشدوا بتوفير الإمكانيات لهم كي يستمروا في هذا النوع من الرياضة كما أنهم طالبوا بأن يكون لهم نادي خاص ويتمنون أن تلقى هذه المناشدة استجابة من قبل المعنيين والمهتمين